نبتدي مع منتخبنا المصري وهي دي البداية المنتخب المصري يستعد لمباراة الكاميرون في الدور قبل النهائي سيمي فاينال يعني كأس الأمم الأفريقية المباراة اللي زي ما حضرتكم يعني منتظرنها على أحر من الجمر يوم الخميس القادم خلاص احنا بنتكلم خلال ساعات أربع خميس في التاسعة مساء المباراة اللي في التاسعة مساء والمنتخب المصري يعني الحمد لله الحمد لله في حالة معنوية مرتفعة جدا يمكن أنا تواصلت الحمد لله مع الأستاذ خالد الدرندلي المحترم يعني نائب رئيس الاتحاد الكورة المصري طمئني الحمد لله أن البعثة بالكامل الأمور مستقرة الحمد لله نتيجة مسحة كورونا جاءت سلبية للعيبة بالكامل فخلينا كده لو بنتكلم على المنتخب المصري وناخد كلام عن المنتخب المصري نكون متفقلين لأننا هتكلم كلام مهم الحمد لله مسحة جميع اللعيبة جاءت سلبية للأسف طلع إشاعة سخيفة ومعروف مصدرها أن تقال كمان أن محمد صلاح عنده كورونا وأن مسحة محمد صلاح جاءت إيجابية عشان بس الناس تبقى متخيلة يعني متقال كلام للأسف مالوش أي معنى ليه لأن الناس خايفة من صلاح الناس عندها أزمة من صلاح في الكاميرون وقته والمدرب بتاع منتخب الكاميرون عندهم أزمة وخوف من صلاح فطلعوا إشاعة سخيفة أين كان المصدر وأين كانت المعلومة اتقال إن صلاح عنده فيروس كورونا وأن عينة محمد صلاح إيجابية ولكن أنا بطمئن حضراتكم الحمد لله المسحة كلها جاءت سلبية طيب هروح معكم لنقطة مهمة وهو خروج سامويل إتو بتصريح ناري ورسالة للعبته قال لهم بقى إيه قال لهم إنها الحرب إنها الحرب تخيل وتخيلوا معي يا سادة لما يكون مسؤول عن الكورة يطلع يقول لفرقته ويوجه رسالة لجماهيره إنها الحرب حرب إيه ده قرة قدم ده تنافس شريف ده احترام ده ده يعني يعني فين الحرب في كده إيه المشكلة لما كاميرون تكسب ولا مصر تكسب لين صدر ميسج إن فيه أزمة لنصدر مشكلة ونعمل مشكلة وأزمة من غير الأزمة تصريحات سامويل إتو تناقلتها جميع وسائل الإعلام العربية والأفريقية والعالمية إنها الحرب إنها الحرب هي الحرب يعني لكن بصراحة كيروش ما سكتش كيروش ما سكتش كيروش عمل إيه وعجبني تصريحات كيروش جدا 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 خدوا بالكم كيروش قافل على الفرقة كيروش مركز مع الفرقة كيروش مش عايز أي أزمات تتصدر للفرقة كلم وقال يعني هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة الحرب هي دي الحرب يعني هو بيكلم إن ما فيش في كرة القدم حرب خليني أقول لكم إيه تقال الحرب في الملعب مباراة مصر هي الحرب كيروش قال كرة القدم لا يمكن أن تكون حرب الحرب الحقيقية هو أن أنتوا تحموا المشجعين اللي توفوا على بوابات الملاعب زي ما حضراتكم تعلموا في تمانية من مشجع جزر القمر أو جزر الأمر توفوا من التزاحم والتدافع في مباراة جزر الأمر والكاميرون تمانية توفوا فكيروش بيوجه رسالة لصامويل إتو بيقوله هي دي الحرب الحقيقية أنتوا تحموا الناس مش الناس اللي توفوا خارج استاد أولمبي يعني للأسف حاجة حاجة تحزن فصابوا لقيتوا رئيس اتحاد الكورة الكاميروني طلع تصريحات بمنتهى الأمانة غير مسؤولة تصريحات غير مسؤولة لكن كيروش ما سكتش بأمانة كيروش ما سكتش كيروش رد رد محترم رد في الملعب رد في الجول مش عايزة أقول قصف جابة وكلام ده لكن كيروش رد حاجة محترمة قالك الحرب الحقيقية يحمي المشجعين حرب الحقيقية أنك تحمي المشجع ما فيش حرب في كرة القدم ده تنافس فبصراحة كيروش رفع راس المصريين لما يرد بمثل هذه التصريحات الأزمات شغالة يعني خلينا كده نعيش مع أزمات المنتخب المصري اللي بتتصدر له في الكاميرون واحد اتقال أن مساحات اللعيبة إيجابية وإن محمد صلاح إيجابي كورونا أمر عاري تماما من الصحة وساعات السفير المصري في الكاميرونا في هذا الأمر اللي بيبزي المجهود يعني خزع بالي بصراحة اتقال اتقال عشان زي بقول لها حضراتكم كده حرب وإنها مباراة الحرب وإنها 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 كيروش طلعنا في هذا الأمر دلوقتي بتعمل أجواء عدائية أجواء عدائية بتتصدر للكامهير الكاميرونية وبقى في حالة خوف من المشجع المصري اللي يروح يحضر المباراة ماك مقصودة نهاردة الناس بتتكلم في الكواليس عن عقوبات تصل بالمئة ألف دولار على كيروش وعلى محمد صلاح حشان ما حضروش المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب وعلشان الخناء بعد مباراة المغرب أربعين ألف دولار وإيقاف مش عارف الحارس الرابع وإيقاف مين وإزامة كل ده بيتصدر للمنتخب المصري قبل مباراة الكاميرون مش كده وبس نهاردة التحاد الأفريقي بيعلن تعيين بكاري جسامة حكما للمباراة هو فيه بعد كده هو فيه بعد كده يعني هل هل ممكن عقلك يتخيل إن فيه بعد كده بكاري جسامة حكما للمباراة وهو الحكم صاحب الشبهات الجميلة اللي الكل بيتباهى بيها اتحاد الكورة ما سكتش وطلع بيان واشتكى رسمي ولكن لا حياته لمن تنادي مهاردة اتحاد الكورة بيشتكي بشكل واضح من تعيين بكاري جسامة حكما للمباراة وعجبني جدا كمان الاولا اتحاد الكورة قدم احتجاج رسمي والتحاد الكورة نزل بيان واشادة يجب ان احنا نقولها بيان على صفحته رسمية وبعد بيان لاتحاد الكورة اتحاد الكورة بعد بيان لاتحاد الافريقي احتجاج رسمي على تعيين الحكم الجنبي بكاري جساما حكما للمباراة اتحاد الكورة المصري قدم عارضين تتضمن كل منهما ردود كاملة لما حدث بعد مباراة مصر فيقي بجهاز عقوبات عشان كابتن المنتخب وكيروش محضروش المؤتمر الصحفي قبل لقاء المغرب مش كده وبس وعشان ما حدث من اشتباكات ما بين بعض اللا يعني اللعيبة ومش عايز اقول اشتباك احتداد ما بين لعيبين المنتخب المصري والمنتخب المغربي طيب حكم بكاري جساما خلينا اقول بقى تاريخه الليسود عنده 42 سنة ادار 6 مباريات مع المنتخب المصر فرعنا فازه في 3 وتهزمه في مرتين وتعدله مرة واحد اول مباراة ادارها جساما كانت مع منتخب مصر ضد زنبابوي في التصفيات الافريقية المهيل الكاس العالم وفازت فرعنا باربع اهداف مقابل هدفين المباراة التانية المباراة التانية في التصفيات المهيل الكاس أمم افريقيا عام 2015 وخمستاشر امام تونس وخسر المنتخب بهدف دون رد المباراة التالتة كانت ضد غانا في كاس افريقيا 2017 والفرعنا فازل بهدف بعد كده طبعا قدر مباراة مصر والكونغو فازل فرعنا بهدفين لمقابل الهدف مباراة الشهيرة التي قالنا فيها لكاس العالم المباراة الخمسة كانت ضد الجابون في التصفيات المهيل الكاس العالم عشرين فرعنا اتعدله بهدف لمسله والمباراة الاخيرة كانت في امام افريقيا الحالية امام ناجيريا وخسر الفرعنا بهدف دون مرض طيب انت جايب بكاري جسامة اللي حكم لنا مباراة مصر وناجيريا والكل شهد على الاداء السيء للحكم جايب بكاري جسامة اللي بتحوم حوالي الشبهات في التوقيت الحالي علامة استفهام غريبة وعجيبة ويريت الناس في التعليقات قلولي ما رأيكم في اختيار الاتحاد الافريقي لقرة القدم تعيين بكاري جسامة حكما لمباراة مصر مع الكاميرو بشكر الاستاذ محمد عوضالة الرجل المخترم اللي بيتابعنا يعني بشكرك شكرا جزيلا بشكر الاستاذ محمد عوضالة دايما بيتابعنا ودعم لنا استاذ سالي ماهر عوض المصر قلت لك حكم ظالم محمد رشدي تحياتي وعجابي انا جده بشكرك بشكرك يا جده من الوردة لايقات يا رجال احمد المستكاوي مساء الوردة ولياسمين عليك يا مستقر بشكرك استاذ اصامة ابو كريم فين لايقات يا اهلوية استاذ احمد المستكاوي فين سلامي للأستاذ عبد الناصر محمد عوضالة يوصل ان شاء الله يكون معاكم في الصهرة وبالتالي علامة استفهام غريبة غريبة على اختيار اختيار الحكم بكاري جسامة لادارة هذا اللقاء طيب يعني انا بجد والله يمندهش عشان كده خلينا نروح مع زميلي المقترم الأستاذ فاروق سعدة نتير كده وناخد شوية كواليس من الكاميرون واخبار المنتخب المصري هناك وخلاص احنا الكل تأكد ان الشيناوي يغيب عن البطولة لانهايتها كل تأكد الشيناوي مش موجود مع الاهلي في كاس العالم للأندية يعني خلاص بإذن الله ابو جبل يلحق ان شاء الله الامور تبا كويسة وزي الفول ولكن يعني نتمنى مباراة في قرات القدم نتمنى مباراة في قرات القدم نتمنى السلامة للاعيب المنتخب وللجماهير المصرية هناك نتمنى الحماية نتمنى الاحترام المتبادل النهاردة سفير مصر في الكاميرون قال لك ان شاء الله الامور تبقى كويسة بس سياريت الجامهير المصرية لما توصل لجوم المباراة الخميس وهي رايحة للإستاد ومشي من الإستاد ما يبقاش فيه استفزازات للجامهير الكاميرونية نبقى فينا علينا الأوتوبيسات بلاش استفزازات عشان الامور تعدى على خير يعني انا 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 متخوف من الاداء التحكيمي متخوف من ضغط الجماهير لما رئيس اتحاد الكاميروني يقول لك الحرب لا 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 دي مش كورة قدم ابدا يعني الحرب مع كلام عن مساحات مع غرامات في السكة مع الحكم مع 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 لا ربنا يسترها الله يكون فعون كيروش وجهاز المعاون بمنتهى الامانة يعني اشتركوا في القناة